زار المشاركون في دورة الدفاع الوطني السابعة عشر المنعقدة في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية التابع للقوات المسلحة مديرية الامن العام واطلعوا على الاستراتيجية الامنية والتطور الذي شهده جهاز الامن العام في تقديم الخدمات الامنية والانسانية وحماية مقدرات الوطن وقدم مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد عبيد الله المعايطة نبذة عن تاريخ وانجازات مديرية الامن العام وما تحقق في عهد جلالة القائد العلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني المعظم منذ توليه سلطاته الدستورية من تطور ملموس وإدخال التقنيات المتطورة والعلوم الأمنية الحديثة بما يحقق الغاية الأزمة التي يسعى إليها جهاز الأمن العام لحفظ الأرواح والأعراض والممتلكات